السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم الدرس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض شاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة قبل ما تتبع الفيديو انتبه زر subscribe وضغط عليه وفعل زر الجرس ليصلك فيديو جديد يوميا إن شاء الله نتكلم في هذا الفيديو عن الألوان باللغة الإنجليزية إذن colors وكل ما يتعلق باستخدام الألوان كما نعلم يجب معرفة هذه الكلمات كتابة ولفظا وأيضا نتعلم جمل وتراكيب كيف أستخدم الألوان في اللغة الإنجليزية في المحادثة والكتابة لذلك تابع معي نهاية الفيديو فقرأ أولا نتعلم ما هي الألوان الرئيسية في الجزء الثاني نتعلم كيف أسأل وأجيب عن الألوان في اللغة الإنجليزية وكيف أستخدمها وكل ما يتعلق بها نبدأ بقراءة الألوان مع معانيها جرأة بقراءة الألوان لحظة كرامة باستخدام لحظة وكل ما يتعلق بها blue brown chocolate cream beige yellow orange gray turquoise green pink وردي او زهري purple ارجواني violet بنفسجي silver فضي olive زيتوني gold ذهبي sky blue أزرق سماوي white أبيض black أسود red أحمر blue أزرق brown bunny chocolate kakao cream creamy beige beige yellow أصفر orange برتقالي gray رمادي او رصاصي turquoise turquoise green أخضر عندما آخر مرة حاول توقف الفيديو ورد ورايا pink purple violet silver olive gold sky blue white black red blue brown chocolate cream beige yellow orange gray turquoise green نريد ان نقول مثل لون فاتح او لون ساطة او لون قاتم bright لاحظ جي اتش bright لاحظ جي اتش لا تلفظ bright بمعنى ساطة او لامع اذا ساطة لامع دارك قاتم احنا عرف دارك مطلم ايضا دارك قاتم لايت فاتح bright colors الوان ساطة او لامع دارك كالرز الوان قاتم لايت كالرز الوان فاتحة تلعدنا light blue أزرق فاتح dark blue أزرق غامق bright bright blue أزرق ساطة او لامع وهكذا فقط نضع اللون ونغير مثل عندنا yellow light yellow أصفر فاتح dark yellow أصفر غامق bright yellow أصفر ساطة او لامع اذا نحفظ هذه الكلمات فقط نضعها قبل اللون تعطينا اللون ويكون ساطة او قاتم او فاتح طبعا عندنا كلمة color ممكن يكون عندنا بدون you او نضع you اثنين صحيحة what's your favorite color ما هو لونك المفضل اذا what's هي اختصار لي what is دائما نستخدم الاختصار في اللغة الانجليزية what's your favorite color كما قلنا color ممكن يكون عندنا you او بدون you ممكن نقول ممكن نقول هذا القطع متوفرة ب 12 لون او ب 6 الوان او هكذا available in 12 different colors متوفر في 12 لون مختلف available نحفظها متوفر in في 12 different colors في اثنى 10 لون مختلف the color of the sky اذا لون السماء كيف نقولها the color of the sky مثل لون الارض the color of the ground لون الجبال the color of the mountains لون الانهار the color of the rivers وهكذا اذا استخدم the color of واضع المكان his hair is a reddish brown color اذا شعره يكون ذو لون بني محمر reddish اذا محمر او اكثر احمرارا هي جاء من كلمة red احمر فقط نضع double d-i-s-h reddish تصبح اكثر احمرارا اذا his hair شعره is يكون a reddish brown color لون بني محمر اذا to add color to something يعني اضافة لون لشئ ما او لمادة ما make it more colorful لتجعله اكثر تلونة مثلا عدنا color full room يعني غرفة ملونة اذا عدنا color لون فقط نضع full اذا نضيف اللاحقة f-u-l تصبح ملون colorful room غرفة ملونة colorful flowers اذا ازهار ملونة colorful roses اذا ورود ملونة وهكذا اذا نضع colorful قبل الاسم بمعنى ملون اذا to add color to something لتضيف لون لشئ ما make it يعني تجعله هذا الشيء يعني الماتيريال المادة more colorful اكثر اكثر تلونا وكما قلنا color لون colorful ملون his face was drained of color وجهه مخطوف اللون اذا وجهه بدون الوان ماذا يعني he looked pale and l يبدو شاحبا ومريض اذا نحفظ كمية pale بمعنى شاحب المريض اللحظ his face وجهه اذا his هذا نسميها ضمير بحالة الملكية was drained اذا خطف passive voice اذا مبني للمجهول بحالة الماضي لاحظ looked ممكن استبدالها بفعل كون was ممكن اقول he was pale and l اذا كان شاحب ومريض او ممكن استخدم looked اذا الاثنين صحيحة he looked pale and l بحالة present simple تصبح he looks pale and l بهذا الحالة احذف looks استخدم بدلها is he is pale and l يعني هو يبدو شاحب ومريض او he is هو يكون شاحب ومريض اذا بحالة الماضي استخدم was بدلا عن looked وبحالة المضارع البسيط استخدم is بدلا عن looks they like black and white colors يحبون الالوان البيضاء والسودان اذا black and white colors ممكن نقول يكرهون they don't like او نستخدم dislike او they hate hate بمعنى يكرا اذا like يحب او نقول dislike يكرا او نستخدم كلمة hate بمعنى ايضا يكرا his shirt is blue قميصه ازرق يعني لون قميصه ازرق نريد ان نقول ازرق فاتح light blue ازرق غامق نقول dark blue ازرق لاما bright blue اذا على حسن اللون المستخدم light كما قلنا فاتح dark غامق bright لاما hair skirt is black اذا تنورتها سوداء hair skirt is black اذا تنورتها سوداء اذا يجب نضع فعل كون is لانا نقول hair skirt black اذا نضع is black they like colorful colors يحبون الالوان الملونة colorful ملون colors الوان they don't like colors لا يحبون الالوان my favorite color is white اذا لوني المفضل يكون الابيض او لوني المفضل الابيض اذا لاحظ my color لون favorite color لون مفضل my favorite color لوني المفضل نريد ان نقول لونه his favorite color لونها hair favorite color وهكذا their mood depends on the colors يعني يعتمد مزاجهم على الالوان their mood depends on the colors نحظ كمية depend on بمعنى يعتمد على بهذا الشكل انا هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن colors الالوان تحدثنا ما هي الالوان الرئيسية والفقرة الثانية اخذنا بعض الجمل والتراكيب التي استخدمها في حياتنا اليومية متعلقة بالالوان اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة